موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم اجمد بشبه اندسين هنتكلم النهار ده عن عملية القشط دي مكنة القشط لقصدنا عملية القشط ديت من ضمن عملية التجريغ الفكرة ان هي مهم مخصصة بتعملها بسهولة وعلى مصفات طويلة خلينا نعرف عملية القشط وبعد كده نشوف فيديوهات واجزاء ونعرف عنها يكون لحاجة وانواحها والتفاصيل عملية القشط هي بيقولك هي من احدى عملية القشط هي من احدى طرق التقنية في عملية التجريغ وانحنا نتكلمنا في فيديو ابل كده فالاسيات قلنا يعني تقنية تقنية وتقنية تقنية تقنية وتقنية تقنية تقنية سرعة تقنية 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 بسرعة تقنية دايما بيكون في تلمس ميكانيكي بين الشرعة واثاة القشط يعني مثلا دي ما كان ينغوصا ده كام منطقت تقنية تمساحة وهنا سندوق الروس السرعة وهناعرف هاجزة تحت قويس لكن دي تقنية في المطقة منطقة دي فيه قدامك ده إيفار أقرام يتركب في المطقة دي كده قدم القطع وعندك الشرعة وهذا التيبورن بتحطيه على الشغرة فالمنطقة دي هي الفيديو ده زي ما انت شايف في الفيديو زي ما انت شايف في الفيديو دا حمل قرارم ماسك القلم فيه هوت والقلم جاي عليها بالمنزر دود الشغرة بيقطع فيها هتلاحظ انه بيقطع فيها والاضاة جايه كده فيه تلمس مكينيكي بين الاداة والشغرة وهي جاي عليها بتقطع فهادي حتة اللي احنا بنتكلم فيها مدام فيه تلمس مكينيكي يبقى طاق مضيه او بمعنى اصح تقنيدية يعني حاجة احنا نستخدمها دايما وعر طول في المواتيات اما الخير تقنيدية حاجة احنا نادر ما بنستخدمها او بنستخدمها في عملات خاصة يعني بقى ما بيكونش فيه تجمس ميكينيكي بين الاداة بين الحاجة اللي انا هقطع بيها او هام بقى العملية والشغلة بتاعتي زي مثلا احيانا انا باعيز اعمل سوق بعميق تمام في منطحها زي دي بس سوق بعميق جدا وكتر بتاع صغير فهي مش هنفع اعملو باي مكينة اعملو بالنزر او غي نفس الكلام اللي انا عايز اقطع ازاز مثلا اقطعو بالنزر لو انا خياف على الازاز ده لان مش هنفع اقطعو بحاجة زي كده ازاز زي مثلا التورق الحديثة اللي انا عايز اقطع بضغط مية بشرارة وكلمنا عن الكلام ده في اسئلات ايه تشغيل تمامي بهاي احدى تورق التورق التقنيدية في تشغيل المعدن ويتم فيها ازالة الرايش عن طريق الحركة الخطية المستوي زي ما انت شايف شوف الاداة بتتحرك حركة خطية مستويه زي ما انت شايف او جاي عليها بالمنزر ده كده دي الاداة بتاعتك هي دي الحركة الخطية المستويه جبنا نتكلم فيها وتستخدم في تسوية الاسطح وفتح المجاري والتجاويف المختلفة زي ما انت شايف هو اللي بيعملو دوقتي انه بيسوي الساطح يعني انه بيخش مثلا تيجي الشرنة تمشي يمين سنة هكذا يخش يمين مري حد ما يبقى السطح يكونه مستوى واحد فتح المجاري هنعرف انا اخدريها فيديوهات تحت فتح المجاري يعني مثلا شرنة زي ده افتح المجارة نصف يقدر عملو هاركب الادام فى النصف ويقدر اينزل ينزل حد ما امير التجاويف من هنا كدة حاجة شبه كدة يعني تستخدم ادتونكوشت اداة قطع واحد اداة قطع واحد اداة قطع بتاع جواء الادام ده بيبقى حد واحد بس جواء حد زالده انجي نازل يطع فى الشرنة يبقى ادتونكوشت حد واحد المسكوب حدين الفريزة متعددة للحدود تمام تعال بقى نخش نشوف ايه جاي هنتكلم هنا عن الحركات بتاعة التغزية والنقطع والكلام من ده المنطقة دي برضو اللي انا جلنا نسا شايفين جاي الفيديو ده وهناعرف الحركات التغزية والحركات الرئاسية وكده انت عندك عملية انقشة عشان تتهم عندك تلات حركات خطية رزما يكونوا موجودين عشان عملية القطعة بتاعة تتهم اول حاجة عملية القطعة الرئاسية ويه عملية القطعة الرئاسية دي تعال انا اغرب شوية بتكون خطية افقية في اعدات القطعة زي ما انتم لاحز كده شوف جاي عجي اعدات القطعة هي بتقطع في الشغلة بحركة خطية افقية هي دي الحركة الرئاسية بتاعتي عندك بقى حاجة اسمها حركة التغزية حركة التغزية بتكون خطية عمودية على حركة القطعة الرئاسية ازاي زي ما انت شايف الشغلة بتاعتك بتيجي هنا هتنجقي التوبنج ده بيتحرك شمانك سنة شمانك سنة تيجي تخش كاره تقطع التوبنج ده بتحرك شمانك سنة فده حركة التغزية ان انا بغزي بغزي كمية معينة من المعدن ده مقابل للألم فده بنسمها حركة التغزية في حركة التغزية دي بتكون جاية منين عمودية على حركة القطعة حركة القطعة جاية كده حركة التغزية بتيجي عليها كده عمودية تمام عندك وتتم عبر الشرقة يعني الشرقة والتيبونج اللي بتحرك الشرقة مسكية منقلة هي تمحضوطها على منطلة المنطلة دي مربوطة في منطلة جامد هنا بالمصامير من هنا كده حركة عمك انقطع دي بتكون خطية رأسية وتتم عبر الشرقة العمك بقى اللي انا عايز احدده للشرقة يعني مثلا هوجدك تعال نرجع للفيديو اللي فات الفيديو ده عشان اجيب حركة العمك بتاعت الشرقة بيبقى بواسط الشرقة بقى انا بقى اخلي القلم ده هينزل بعمك قد ايه في الشرقة دي فعشان انا عمل كده التمساحة دي ما بتطرع ما بتطرع الشرقة بتنزل التمساحة دي سابتة هي ممكن بترفي بزوايا ماشي لكن هي سابتة انا بقى اخلي القلم ده ينزل بعمك قد ده ب lynقى دي بعمق اكبر. فهو بيقول لك هنا بقى ايه? ان حركة العمق بتكون خطية رأسية فعلا هي خطية رأسية قاعدة كده مش شرنجة. ايه وتتم عبر ايه الشرنجة بتاعتك من هنا كده. نقل بتاعت حركات الاسية بتاعتك بتاعتك وخلنك بالك من الرسمة ده عشان ساعات بيجي لالك في اختيار مسلا يقول لك ده حركة ايه? ده حركة ايه? ده الشرنجة بتاعتك هي. بيقول لك ده اصلا تخص عملية عملية الكشت. وممكن يجي في سؤال مثلا يقول لك برضو ايه عشان تتم عملية الكشت ايه لازما يكون في حركة القطعة الرأسية مثلا او حركة التخزيه او حركة العمق او جامع ما سابق. بتختار جامع ما سابق. عن لان عشان العملية تتم لازما التجاتة يكونوا متوفرين في وقتها. فاش حركة هتا تكون موجودة. دي اسمها القطعة الرأسية اه? بس ما اعتمد عن التجاتة مع بعض. فش اسمها ببقى حركة ايه اخد واحدة منها بس. عندك بقى انواع الاجايات. اول واحدة عندنا اسمها المقشطة النطاحة. وده انجا هتجاب موجودة عندك في ورشة تحت. المقشطة النطاحة بتبقى بالمنزر زي ما انت شايف كده. عندك نحيط دي بيسمها التمساحة بتقول تنتح وقدام كده عشان كده سمها نطاح. تمام? فانت حوي تغبط الاسم بالوضع بتاع المقشطة. انت هتجاب تحرك قدام كده بتنتح كده. وهنا هناخد اجزائها تحت واخد بس شكلها من هنا كده بس. واسمها. عندك تاني نوع عندك اللي بيتنطط ده مقشطة العربة. مقشطة العربة ديت بتبقى زي ما انت شايف كده برضو فارش كبير كده بتحط عليه حاجة الشرنة بتاعتك. وده بيتمسك فالالام وتقدر تتحرك تاميا انت عايز الشرنة من هنا. فهناخد علينا تفاصيل وكل حاجة تحت. اخدها بس كشكلها دلوقتي. وعندك اخر حال من مقشطة الرئاسية. المقشطة الرئاسية زي ما انت شايف بتبقى بالمنزر ده كده. هنشوفه اوضح في فيديوها دلوقتي واجزاها وتفاصيلها. بتستخدم في ايه. خلاني نتكلم دلوقتي في المقشطة هنطح اول حاجة. المقشطة النطح عندك. تستخدم في كاشة السطوح المستوية والمتعامدة والمائلة والمكوسة. كما تستخدم في فتح المجاري. بص يا تسوية السطوح زي دي كده. شفت دي شور نديه مثلا. انا كانت كده واف ده لك لبقى حد ما سهل السطوح. او عايز اعمل حاجة عمودية زي كده. او عايز اعمل حاجة مائلة شطفة مائلة زي كده. او ده هعملو بي. او بيقول لك هنا المجاري التولية ومجاري خوابير. دي مجاري ايه. دي مجاري ايه. دي مجاري زي ما انت شايف ايه. اه تفتح اسنان هنشوف فيديو وحاجات بعد كده. فالمهم ان هي دي. اه بتستخدم في الحاجات دي. خلاني بقى عندك اه بعد كده دي حاجة بيجو على الفرش. تمام. حد الوقت هم مكلمش في الاجزاء. عندك بقى تالت حاجة النطاحة. جيه دي كده. وبيجو على التمساحة. منطرها دي كده. عندك حاجة اسمها رسمة اه رسمة المعشاطة. دي اللي بيتركب على الحمال من هنا. اه وبحط فالقلم. بقى ده غرفها بالزاوية اللي انا عايزة. جف كده. عندك بقى اي تاني. اه ستة دي. هي ادي التثبيت بسبت بيها. اه وعندك اه خمسة مسلا. خلاني انا في خمسة ديت. دي الترابيزة انج انا بحطها عجبا من اجا بتاعتي انجا بس كالشورجة فوق هنا. اه عندك اي تاني ممكن جبناش عنه. سبعة هنا ده دراع. ازراع قدر استخدمها في حركة. بيبقى عندك هنا اه صندوق تروح السرعات بس مش انجا في دمارك يعني بيغير السرعات وكده. لان هي سرعة المقاشرة سابتة. يعني يو بيديها حانس بيها بسيطة كده. اه تسع عندك كرس المرفق دي حاجة جوه من ضمن القديم حيطة دي من ضمن القديم حيطة دي من ضمن القديم بتحرك المكانة وكده. الله اكبر الله اكبر. عندك بقى دلوقتي مشاردة العربة. مشاردة العربة انج هي قدامك دي. المقاشرة دي بيستخدم في قشرة بردو ستحوق فوقها بحط الشغن هنا. اه ممكن استخد نفس الكلام بالزبط بتاع الوزفة بتاع التانية. بس الفرق ان انا هنا اقدر استخدت شغلانات كبيرة. زي ما انت شاهد الفرش دي بيبقى حجم كبيرة. هنشوف فيديو دلوقتي وموضح كلها حاجة فقدر احط شغلانات اطولها كبيرة وحجمها كبيرة. فدائما انا بستخدمها في صناعة اه الاجات وحاجات انا بستخدمها في صناعة وكده وفرش الاجات اللي انا حدبت بحجمها كبيرة. حركة انقطع بينجك بتكون رئيسية بتكون خطية في العربة. يعني العربة دي هي اصلي دي سابتة. الحركة دي قطع بتبقى جاية منين من العربة دي. دي العربة بتاعتك بحط على الشغلانة بتاعتك سواني. تمام. لان الشغلانة بتحط هنا وبتخش جوه كده. عندك بقى حركة تغزية بتكون عرضها في السكين. السكين بقى الاول انا كنت بطلع الشغلانة وانزلها هاتيبو. دلوقتي العجام بتبقى تقيلة. وعربة دي كبيرة فدلوقتي الجبار دا هتحكم فيه هي الرسمة او الاجهة من الجبار. الحياة المسكد الاجهة هتنجعها ركش مال ويمين. فتعالي نشوف فيديو كده من المعارشات العربة. اهم معلومة تاخدها في شوية الكلام دولت. انها بتستخدم للشغلات الكبيرة. اللي هي بتستخدمها في مصانع انتاج الاجات بتاعت المصانع وكده ومسكفرش الاجات كده. اهم معلمتين تاخدهم في المعارشات العربة. دي المعارشات العربة زي ما انت شايف حجمها كبير جدا. شفت راجل حجمه بالنسبة لها قديه. اه المعارشاتة زي ما انت شايف شوف العربة. اه رايحة جاية حركة كده ترددية. اه عندك اه هنا السكين شوف متركبة هوت. بتحركش مال ويمين. شوف زي ما انت شايف السكينة اهوت. اهو. حركة راسية جاية من الشغلة اهو. ياكل 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 ياكل. شوف. رايحة بيطلع اهوت. تمام. هو راجع بقى بدي بترفع. رحست انها رفعت سنها. طب. انا ليه بترفع عن الشغلات. اول حالة بترفع عشان ما تردسش الشغلات. او تبوزن الشغلات. اول برجع بسرعة ازاي. كمان سرعة الرجوع بتكون اسرة. لان هو برافع عن الشغلات مفيش مجهود. وعشان اوفر وقت. فبرجع بسرعة. وبطلع ببط. وباكم الشغلات بتات زي ما انت شايف اهوت. اه في الماكينة دي انا اده ركب اكتر من علم. ادي علم ممكن اركب علم جنبه. ممسوك بانجي اتنين دولات. اركب علم تالت. وهكذا يعني انت ممكن تركب هنا عندك مكان لالامين تقريبا اهوت. اده ركب في المالالامين. وزي ما انت شايف شوف ان العربة بتروح وتيجي مسافة قديه. شوف شوف المسافة. شوف المسافة قديه. كبيرة جدا يعني. ايه وبيقولك انها ممكن تاخد عشرة متر. فعلا هي كبيرة جدا جدا يعني. ثالث حاجة معانا بقى. لام عشرة رأسية. ايه ودات ثالث نوع معانا واخير. ايه بيقولك بتستخدم في المصانعة الكبيرة الكاشة السطوح الداخلية. هو المفررة. يعني الحاجات انها فاضية من جوه. فعلا وهفهمك ايه مش معانا الحاجات انها من جوه. وحاقة القطع الرأسية بتكون خطية اه رأسية في ادات القطع. تمام? تعال نشوف كده. اولا حاجتين دقات في الفيديو. زي ما انت شايف. اه هي بتنزن بتاكن كده زي ما انت شايف اهو. هو هنا انا بفتح من برا ما تجاري في الشرعة او زي ما تقول بفتح تروس كده. ام سابق الشرعة بتاعته بتدور. وبطع فيها ايه واحدة واحدة. هي بقى انجلك الداخلية. لان زي ما انت شايف شفت السجب ده. هي ممكن تخش بالداخل كده. تعمل في انه هو عايزه. او اي حم فرار. زي ما انت شايف. وكمان بيقولك هنا ان حركة القطع الرأسية بتكون خطية رأسية في ادات القطع. فعلا. هي بتنزل. خطية هي تنقاطع. هي تنقاطع هي. اما بقى التغزية بتكون التغزية بقى كانت شافت التغزية بتكون افقية عمودية في الشرعة. تو الشرعة بتاعتك هي تم افقية فيها عمودية. هنا مسارك التغزية انها بتنزل فى اللمجة بتاعت الشرعة بتاعتك من هنا كده. زي ما انت شايف. تمام كده احنا خلصناها هيك عارف شكلها وبس تخدمها في ايه اهم حاجة طوي التثبيت احنا كنا اتكلمنا عنها في المسكوب كويس بس احنا اتكلم معناها هنا ثاني برضو احنا هتكلم زي ما اتكلمت في المسكوب كتير عشان وقتك فيديو تقدر ترجع على فيديو بتاع المسكوب وتسمحها كويس انت عندك هنا زي ما انت شايف دي شورنا فتاعتك هيت بس يعني المسيفاتات الضغطة انه هو عبارة عن زي اخوذ من هنا كده وحيت حديدة من هنا كده وفق فراغ من جوه وفق فراغ من جوه بحط تحت الحديدة من هنا وحيت حديدة من هنا وبحط الشرنة بتاعتك من هنا بهيأ بس انتناها علاجة الحديدة وعد اربط بمسمر من هنا ومن هنا فالشورنة بتاعتك تثبت كويس فهي دي المسابتات الضغطة دي the f multitπε� الفترة به في الرسمة دي بيقولك الفرق بين العامل اللي بيثبت صح والعامل اللي بيثبت غرض هتلاحظ هنا ان انا مثبت الشورقة بتاعتي البروكة اللي انا حاطته ودي الشورقة بتاعتي هو انعصص لك عملها من هنا كده من النص كده واخد النص ده كده وهو ده القطع بتاع الورك اللي انا رميت الجزائي دي كلها خدت النص بس فهو بيقولك ان لازم يكون البروكة قد الوركة بالزبط دي التثبيت الصح وده التثبيت الصح هنا نفس الكلام ده التثبيت الصح لو انا عندي الوركة اعلى شوية من البروكة فبتبقى بالمنظر ده كده نفس الكلام الجهة التاني مينفعش بقى تب الوركة بتاعتك عالية كده واجيب بلوكة صغيرة فبالتالي المثبتات الدرقة بتاعتها هتميق فلما اجاب ربط في المصمار فهتتاني فانا جاي شارك في الوركة بتاعتي في الشرنة بتاعتي من هنا باحمال وهتتحرك فهتقطم دي او هتتحرك من تحتها او هتتنجي دي من الربط فدي الفكرة فده خطأ طيب تعالي هنا لو انا الشوء الوركة بتاعتي مثلا مش مسبوطة فبحطيها حتة يعني كده انا جبت من جوكة عالية كده وعندي الوركة بتاعتي واطية فمنفعش حطي تتميل او ما انا جاي مزود حتة من عندي كده ايه خشبة من هنا او حتة معدن مهم سندة من هنا تبقى قصد دي فتتثبت كويس ايه هنا بيقولك ايه منفعش الورك بتاعتك تبقى بالمنظر ده كده تمام؟ منفعش قصد فيه حاكم في نقطة كمان الورك بتاعتك او بالمنظر ده كده انا منفعش سيب تحتها فاضي كده في فراغ تحتها كده من الربط والضغط هنا دي ممكن تتكسر فبوز الدنيا او من ضغط الشرنة على جديد دي تتكسر حتة دي ضعيفة محمد اضغط كلها على حتة ضعيفة في الشرنة مش تعمل التزان كويس فلزما املا الفرر في المنطقة دي بحتة بجوكة زي دي كده او مجاعة حتة في المنطقة دي كده تملا الفرر دي تسندل الشرنة كويس واشتغل برحتي فالتثبيت ده الرطر لكن انا على الشمال صح عندك هنا نفس الكلام لو انت فيه اسباس وفرر من هنا كده منفعش اسوبه كده منفعش اسبتها بالمنظر ده كده بحط بجوكة زي غيرها بالمنظر ده كده واشتغل برحتي هنا في المعدن بتاعي فاشتغل بالمنظر دي هتتتكسر وهكذا عندك طرق تسبيت تانية ممكن اثبت من المنقلة المنقلة اللي احنا شفناها في الفيديو بتبقى بالمنظر دي المنقلة قادر يرفي دي كشمال كده عقس عقرب الساعة فاتفتح ده فك سابت ده فك المتحرك انجا بيفتح فقوم جاي بيفتح زي دي كده حت الشرنة بتاعتي السورة دي من الجنبهايات بحط الشرنة واربو تاني كويس واشتغل عادي في الشرنة بتاعتي الجامل القاطعة بتاعتي الماشرطة تبقى بالمنظر ده كده بالاشكال دي كده على حسب الشرنة جانا عايزة اعملها وقولنا المواد انجا بتصنع منها في الشابتر بتاع اسات التشغيق يحب المنظر كده بالعققة عاملنا الاستقبير الاستقبير محتاجي من الأدو تبقى واستقبير فكرة الوقت بتاتي بتبقى افكي نفس الكلام بردو افكي هنا بس الفارع ان القلم مختلف بس شكل القلم المختلف هنا نفس الكلام بعمل هنا مجرة بالمنظر ده كده بالنص هنا بعمل مجرة زي كده بخش كده بقطع كده وقطع من هنا كده وحتى في النص ده اصلا ببقطعها قبل ما ابدأ اخش هنا فتديك الشكل ده هنا بردو نفس الكلام قطنج بردو حاجات كده انا بس بديك فكرة انها بس بعرفك انج موجود الشكل ده بيدونج علشان انت بفاهم بس نفس الكلام برضو حاجات كده لازم انت بس عارف الشكل ده بيقولي هنا برضو انا بقطع في الشرنة بتاعتك كده لكنه جاي عليها كده يعني مترح من احضرت الماوس كده لكن الأداء دي جاي عليها بتقطع عندك هنا دي بتعمل حرف تي جاي مسلا قطع كده بعد كده ابدأ الاخر القديد دي من عندي من برغة هنا ابدأ امشي كده اشهد كده رايحة جاية عجية نفس الكلام هنا بأشهد كده هنا الأهم ده انا بأشهد كده تحت كده انجور كده بيتحرك كده بيخليك تقنج تقنج من هنا يعني كان من جده بعد كده كان من جده العملين كتشغلوا اسرع عن الفيديو وهكذا انجور نفس الكلام برضو ده أهم برضو بيبديده عندك الحامل بيتركب فيه ألم بالمنظر ده ديت الحتة اللي قد تمسح اللي هو حمل الأقلام اللي كنت مرهولك بيبقى بالمنظر ده كده حمل الأقلام متوبط فيه الألم بيقول لك انه انه ممكن اغير الزاوية انت عندك ممكن تفك المفتاح ده يطلع كده اعملت زاوية عملت زاوية عملت اعمالة للألم عملت اقطع بزاوية معينة هنا كده نفس الكلام هنا اعمالة فانا ممكن اعمل هنا اعمالة برضو الجزائي دي كلها زي ما انت شايف كده عشان اوصل وهكذا الفيديو ده هوضح لك حركة القط والنسبة بتاعت حركة القط هي سرعة القطع والرجوب تبقى حتلست افهمك ازاي ده زي ما انت شايف في الفيديو ده ان المقشطة تمساحها بتروح وبتيجي كده عن طريق قتياج دي حركة دورانية دي حركة دورانية اللي انت شايف ده عن طريق تشين دولت بتتحول لحركة خطية كده فهتلاحز ان سرعة الرجوع اكبر من سرعة وانا بقى تراح بقى نفس الكلام هنا ارضحك بقى لي السرعة ده اسرق يعني هو راجع بتبقى التصميم كمهندس مصمم ان في الجفة دي لو انت رحلست ان زاوية تنبيتة هي زاوية الرجوع فانت رحلس هتكلم ان زاوية تنبيتة زي ما انا موضح قدامك كده اصغر من اصغر من رسمة الانفة الكبيرة اللي انت شايفه قدامك دي فعشان كده الجفة وهي جفة بتنجف هنا ربع جفة مثلا انما عشان وهي راح هتطع بتنجف حوالي 3 ربع جفة فعشان كده بتبقى بطير فانت خليك عارف ان نسبة سرعة تنقطع ورجوع بتكون واحد وستة تمام خليك عارف انت النقطة دي تعري بقى انحنجي شوية اسئلة احنا كده خلصنا شرعة انحنجي شوية اسئلة على السرعة من العملات التي تتم على المقشطة النطاحة نطاح ان تسوية الاسطح قلنا دي معانا مجار الانفار قلنا بتعملها معانا تقنية كنطرة متعملها الاشيدي يبقى سي و بي يبقى الاجابة سي و بي هنا بيقولك يمكن تفتح مجرة على شكل حرف تي باستخدام الفريزة المحرطة المرشطة هو حرف تيزاي ما قلنا في شبتر الفريزة في الشبتر بتاع الفريزة بيتعمل بالفريزة يبقى معانا الفريزة. اما بالنسبة انا انا اعمل اا اعمل عادي خط كده وبعد كده ابدأ اجيب كده اقطع كده بقرام بزاوية. وعمل حرف التين زي ما انا عايز. يبقى معانا بنقطع بالفريزة وبالما اشطر يبقى ايو بيه? اي نوع من الحركات اا سرعة التمساحة اا لا ايه ده ده ده. ده كده في سرعة لما تحطين على بعض. اا سباك من الكلام ده. اي نوع من الحركات لازما يعني يكون موجود سباك من الكلام ده. لازما يكون موجود عشان العمليات التين. بزي ما انا بتاك حرقة القطر وحرقة التغزير وحرقة القمك. لازما التلاتة يكون موجودين بجمال ما سابق. ده كان سؤال تاني بيقولك بان ان سرعة التمساح بحساسية بيسيبه دوعة عشان ما تربطناش. اا عمليات. من العمليات الجديدة تستخدم في ادوات قطر اوحادية. اا احنا قلنا ان المعشاطة الحد بتاعها بيكون اوحادي. بقى معشاطة. في غير زي ما متعدد السوق باتنين. التجريغ بيبقى ياهوووو. متعدش. اا في مكينات فيما كنات تتم حركات القطرة بالتغزير من الاداة. امن المكينة اللي انا ممكن اغز واقطع اا قشط. في آددة القطرة. تعال نبقى تعال نشوف هنا في اسرة تاني. اا بيكونها كنا جاباك غاسما بيضع الشكل كما عشر ايوضح عملية ايه والشكل ده. ان الان الكلام ده فيو تاخلي باك من الشكل. باك مرأسهم كمان. دي عملية القشط. تمام? اسئلة على المرشطة تاني. ما هو عملية ما اسم الماكينة? دي ماكينة ايه? احنا قلنا المرشطة النطاحة. الشكلها هو بتنتح والتمساع الفوضل بتقول تنتح 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 زي الطور. احسان كايش عمار احسان ما المرشطة النطاحة. من العمالات الجديدة تتم على المرشطة. ما احنا قلنا تسوية الاسطح والهنفاري. بتكاري السؤال تاني جاي. ايش. تستخدم المرشطة الانتاج فورش الماكينات. احنا قلنا ايه مرشطة اللي بتستخدم عشان انتك فورش الماكينات اللي بتاع المصانع وكده. النطاحة بقى. رجبانا النطاحة برضو صغيرة. مرشطة العربة. اه بس مرمش الله اللي احنا شفناك كبيرة دي. فخيك عارفة العربة. جاب لك بقول لك فعملات التشكيل الموضحة واحد بيقول لك بيوعني ايه. واتنين السهم اتنين بيوعني ايه. فجابك في الاختيارات تتم حرقة القاطع من خلال سهم واحد. وبيقول لك هنا بينما تتم حرقة التغزية من خلال السهم اتنين. صح? نحن حرقة القاطع كده. انا بيمشي قطع كده. والتغزية الشهور اللي بتحرك كده بتقول لك انت هتكون لقدم الشوق مني. فهيبقى وينج بوينج. وشكرا على حسنة وشكرا على حسنة.